بيانة الخارجية الجزائرية عبر عن عميق أسفه لما جاء في بيان كتابة الدولة الأمريكية المتعلقة بالحريات الدينية ووصفه بأنه مغلوط وبه المعطيات غير دقيقة ما هي الغاية من وراء هذا التصنيف ولماذا الجزائر في هذا التوقيت بالذات بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على الصلاة والمرسلين شكرا لكم على استضافة أعلى وسلم كما سعيد المتواجد في الجزائر وفي قناة الجزائر الدولية كما سعيد مع صديق الدكتور فاروق تيفور ثم البيان جاء في سياق بيانات سابقة ليس هذا البيان الأول الذي تدخل فيه الولايات المتحدة الأمريكية في الشأن الداخل للجزائر والحرية الدينية والوضع أو وضع الحرية الدينية في الجزائر وبالتالي الجزائر تعودت على مثل هذه البيانات رغم جهودها لإعطاء الصورة الحقيقة على الوضع الحريات في الجزائر المكفولة دستوريا خاصة مع الدستور الجديد نعم وبيان الخارجية صخدمة عبارتين مغلوطة وغير دقيقة بمعنى أن الولايات المتحدة الأمريكية لم تكلف نفسها إلا بالتدقيق بهذا الموضوع ولهذا الوزير الخارجي الجزائري دعا نظيره لبنينكن إلى زيارة الجزائر ورحب بأن المبعوث الخاص الأمريكي المكلف بالحريات الدينية مرحب به في الجزائر الاتطلاع وفق الالتزامات الجزائر الدولية هنا الجزائر هناك الالتزامات دينية إذن الجزائر شفافية عالية وواضحة بأنها معها أن تكون هذه الأمور بشكل واضح فالجزائر مستعدة لسماع جميع الأطراف وهي صريحة من خلال البيان بأن الطرف الأمريكي مخطئ تمام الخطأ فهو اعتمد على معلومات مغلوطة وغير دقيقة